كان يا مكان يا سادة يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام والحلوين لما يسمعوا ذكر النبي يقولوا إيه؟ أحسنتم علي أفضل الصلاة وأتم التسليم كان فيه بنوتة جميلة اسمها ندا كل يوم ندا بتروح الحضانة وتلعب مع أصحابها ولما بترجع البيت بتقعد تلعب بالألعاب بتاعتها وبعد ما بتخلص لعب بتلم الألعاب وتشيلها في مكانها بس ندا النهاردة خلت ماما زالت منها بعد ما لعبت بالألعاب سبتهم في الأرض وما لم تهمش مامة ندا زالت قوي وقالت لها لو سمحت يا ندا ما تكلمنيش أنا زعلانة منك عشان أنت ما لمتيش الألعاب ندا تضيقت خالص عشان ماما مش عاوزة تكلمها قعد ندا تدعي ربنا وتقول له يا رب انت السميع وانت اللي سمعني دلوقتي خلي ماما تصلحني وتكلمني مامة ندا جت وقالت لندا لو عاوزاني أصلحك لمي الألعاب ندا لمت الألعاب ومامتها صلحتها وبستها ونادى شكرة ربنا أن نسمعها وخلي مامتها تكلمها وتصلحها وتوتا توتا فرغت الحدوتة حلوة ولا ملتوتا استنوني في حلقة جاية مع حدوتة جديدة حوديد ماما ندا